النادي لحد فترة قريبة ما كانش عنده رعاية كبيرة ما كانش عنده كذا ما كانش عنده امكانيات عشان كده حتى لما جيه عقد العمام عشور على الرغم ان انت محتاجه وانا كنت رافد رافد نهائي فكرة بيع عمام عشور من وجهة ناظر الزملكوية من وجهة ناظر الزملكوية كمشجع مش كراجل انا اللي بسؤول في النادي ولا لأ مليش دخل لا اوه بحب النادي جدا ده نادية ومشجع زملكوي في الأول في الآخر بيع إمام عشور غلط إنما أنت برضو فكت بيه زنة كبيرة جدا الندي بيمر بيها مادية صح